اشتركوا في القناة الثوم على القضاء على الفيروسات والبكتيريا والطفيليات والميكروبات وغيرها من مسببات الأمراض حيث أنه يمتلك فعلية كبيرة ضدها كما يقلل الثوم من ارتفاع ضد الدم ونسبة الكورسترولة في الدم الأمر الذي يقلل من احتمالات الأصابة بمختلف أمراض القلب ويشكل مادة واقية من أمراض السرطان خاصة سرطان القولون كما أنه يقف نمو الخلايا السرطانية خاصة في منطقة الرئتين العسل يعد العسل تلك المادة الذهبية اللازجة مادة مهمة جدا على الصعيد الصحي بالنسبة للإنسان فلها فوض كثيرة فهي تزيد من تركيز المادة الحمراء أو ما يعرف بالهيموجلوبين وقرية الدم الحمراء في الجسم كما أنه مصدر من مصادر الطوقة ويستعمل العسل للشفاء من حالات السعيل والتهابات الحلق والحنجرة الرشع والإنفلونزة كما أنه مفيد للبشرة من خلال خلطه أو استعماله منفردا بفرده على الوجه لمدة زمنية معينة مما يؤدي إلى تغذيتها والمعاناها وزيادة صحتها والعسل أيضا يستهام في نمو الأسنين والإعظام خاصة عند الأطفال كما يستخدم بخلطه مع الحليب وهو الأمر الذي يقلل من حالات الاستهالة لديهم وهنا في هذا الموضوع سنتحدث عن فوض خليط الثوم والعسل والفوضة التي يحصل عليها مستخدمه خليط الثوم والعسل ويتم خلط العسل والثوم بشكل يدمج فوض كل منهم الغذائية والصحية ويعلج هذا الخليط العديد من الأمراض وخاصة بالنسبة للأطفال كما أنه يقوي جهاز المناع لديهم ويتم استخدامه من خلال إحدى الطريقتين والحصول على الفئدة والنفع من خلالها تناول العسل بعد أن تضع عليه قطع الثوم من خلال منعقة كبيرة أو وضعه داخل الطعام أو الشراب لمستخدمه أو المريض وضع الثوم لمدة يوما على أقل في العسل لتعطي مفعولا أقوى وتستخدم هذه الطريقة لعلاج أمرأة الشتاء كالبرد والكحاول تهبات الجهاز التنفسي عند الأطفال كبديل عن المضادات الحيوية الضارة بصحتهم وبأجزة أجسامهم الصغيرة وغير القوية الثوم والعسل ولخلط الثوم والعسل عدة فوائد ومنها تنقية الدم من الجر الثوم والموال الضار فيه والتي تسبب الأمراض المختلفة التخلص من الكورسترول والدهون التي تسبب أمراض القلب والجلطات المختلفة تطهير العمعية والجهاز الهضمي من الميوكروبات التي تسبب الإسهال المزمن والشديد الحد من الإصابة بالالتهابات المختلفة الحد من إصابة المرأة الحامل بتسمم الحمل كما أثرت الدراسات العلمية الحديثة أن مكونات العسل والثوم تسرع من نمو الجنين لإحتواءها للعناصر المفيدة والمهمة لذلك متابعين الكرام إذن الله هذا الفيديو على إعجابكم لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس لكي يصلكم كل معلومة جديدة مفيدة بإذن الله تعالى